السلام عليكم ده فيديو سريع خاص بالمهندسة خديجة من العراق احد المشاركين معي اعتقد المبنى دوت في كاركوك في العراق بتسأل لو انا عايز التاج بتاع الغرفة يكون الـ X Y هو تحصيل الـ Dimension Online بالشكل ده زي هنا مثلا فدايما الغرفة يكون فيه قيمة مع اللابل بتاع الغرفة يديني الـ X Y فاقول هلك سريعا تاني الطريقة دي مش هتنفع مع كل الاشكال لان فيه اشكال مش X Y فاقولك عمتا الطريقة العامة اول حاجة انت محتاج تدخل داخل اللابل اللي هو هيكون فيه معلومة بتاعت الـ X Y معلومة متغييرة يعني لابل مش تكست يبقى انا هنا هحتاج اخد اي لابل من هنا copy من هنا ل هنا واحد ثاني هنا هتروح ليه manage عشان تبدأ تعمل shared parameter طبعا لو عندك ملف هتلاقي ملف ما عندكش هتعمل create في اي مكان طبعا في المكان اللي هو بتاع المشروع بالـ standard بتاعتكو فاسمي ده اي اسم كده بقلاص هعمل new group هاسميه لابل وهعمل new parameter X room هو length ممكن تكتب هنا location بتاع الفايل بتاع الشرق الـ parameter ده هيكون الـ Y بتاع الغرف امسك ده edit label الغذاء دوس على new headband اللي هو الـ X بتاع الغرف اضافة تعال يا عند ده edit label الغذاء دوس على اضافة هات الـ Y كده عندك X Y طبعا ممكن تدوس على دي تعمل فيه perfect X علامة ضرب space كده عشان يبقى فيه علامة ضرب هنا وهكده براحتك غير الحجم امسك الـ 2$ غيرهم اعمل حجم و لون تاني خليهم بولد خليهم اثنين براحتك بقى load into project دي اول خطوة يبقى دلوقتي المفروض هنا بقى عندي في الـ label فيه X Y بس البنامج مش شايفهم طبعا ممكن تغير المكان بتاعهم اطلع بهم شوية قربهم من بعض دي كلها عندك بقى ازبطها براحتك تمام دلوقتي محتاج اضافهم في الغرفة تاب قادي الغرفة ما عنديش X Y هروح لي manage الماضي بقى عندي project parameter و هدوس على new select للشير دي اللي انت لسه عامله X room هينضاف فين في الغرفة ام مسيرش على الغرفة طبعا الشيرد parameter ممكن تضيفه لأي حاجة و بيطلع في التاج والجدول اه بيطلع في التاج والجدول اه دي كده الـ X new shared hat Y بتاع الغرفة برضو فين في الغرفة شكرا تاب دلوقتي عندك هو X Y طبعا ممكن تكتبها manual دي طريقة و كمان ممكن تضيفها في الجدول بتاع الغرفة لكن انا ما بتكلمش عندي انا بتكلم لو عايز كDI مثلا فيه عند الكتشن فالكتشن في العمارة دي اللي يفكر كوك دي دايما نفس الطول والعرض طبعا هنا غلط المفروض الـ reference ده يكون على الخط اللي هنا فلو عايز دي دايما تسمع هنا و دي تسمع هنا كليك على ده هيبقى global أساسية كليك من هنا هنكتب ده اللي هو X kitchen تاني مش اي اكس مش اكس دايبه كل الـ X بتاع الغرف انا بتكلم هنا عن فراغ محدد و مش هعمل ريبوت ديس اوكي و اجي هنا ده الـ Y اكتب ده الـ Y kitchen لبطرية دي ريخ ماليك ما تشتغلش بيها كلها طرق و خلاصة ادخل دلوقتي عند الـ kitchen ادي الـ X kitchen و ادي الـ Y kitchen زبط بقى الحجم بتاع او المكان بتاع الـ X او بدا شوية من اخوه كده زبطهم يعني او حتى اكتب X بالطالة انت عايزه طيب ده الـ kitchen هو هو اللي هنا مش لازم اعمل DI من الودست tab على الغرفة اللي هي الـ kitchen الـ X موجود بقى عندي والـ Y موجود عندي صح فممكن اعملها بالطريقة دي امسك الـ kitchen كلهم في المشروع اللي هو عندي برضو نفس الـ kitchen لو نفس الـ path وهكده فدي طريقة ممكن تشغل بيها تمام عايز تكتبها text اعملها text لو رحت دلوقتي الجدول للغرف روحت لـ view وعملت schedule schedule quantity روحت لي rooms ونختار الـ name الـ number الـ area واتلاقي عندك الـ x-y بس هتلاقي عندك اهي الـ x-y اللي هي بارامتر انت عمله فدي احد الطرق الممكن تشغل بيها تمام اللي هو اسلوب الـ label اتذكر ان الـ label هو بياخد اراية موجودة يعني انت هنا مش العكس ما تفتكرش انك تعمل ايه تخلي ده هو اللي يسمع هنا دي عبارة عن dimension من نقطة النقطة من reference فمش العكس ما تخليش او ما تعتقدش انك تغيدي بناء على دي انت بتخلي النتيجة دي تطلع هنا فده label بياخد او بيشرب اللي موجود هنا لان دي dimension permanent مش timber dimension تمام فده اللي حبيت قالهولك خاص بالمهندسة خديجة من كاركوك العراق طبعا ده المشروع ممكن نعمل الكلام ده هنا اه ممكن تمسك الـ label ده تدخل فيه shared parameter مش هتعمله بقى تمام يعني shared parameter ده او التاج ده ممكن ادخله بقى في المشروع التاني اهو وهتلاقي الغرف بتاعت دي وقت اتغيرت فالـ shared parameter بتتنطط به بين المشايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة